موسيقى السلام عليكم أصعد الله وقاتكم بكل الخير مشاهدين العزاء في كل مكان حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج ضيفة اليوم نناقش من خلاله المشهد الأمني في إقليم دارفور إلى جانب الاتهامات المتبادلة بين الحكومة السودانية وحكومة دولة الجنوب وأيضا استمرار العمليات العسكرية بين الجيش السوداني ومتمردي الجبهة الثورية كل هذه النقاط سنناقشها مع سعادة العقيدة الصوارم خالد سعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني مرحبا بك سعادة أهلا ومرحبا وأنا سعيدا أكون اليوم في ضيافة الغد العربي وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم نعم سعادة العقيدة أني أبدأ معك من ملف دارفور يعني تناقصت كثيرا الأخبار التي تتحدث عن خروقات أمنية وعن عمليات عسكرية كبيرة في القليم إلى ماذا تعزون ذلك؟ حقيقة يعزى الأمن المستتب في دارفور الكبرى بولاياتها الخمس يعزى إلى الانتشار الأمني أو الانتشار العسكري المنظم وممنهج ومخطط ومدروس بخطط استراتيجية لتأمين المواطن في دارفور فنحن همنا كقوات مسلحة أن يعيش المواطن في دارفور في أمن وسلام وأن يكون الاستقرار وديدا هذه المنطقة وبالتالي نحن تمكننا خلال الفترة الماضية خلال كل الفترة الماضية تمكننا من أن نبصد سيطرتنا على كل الإقليم تقريبا عدا بعض الجيوب الصغيرة جدا التي يوجد بها الآن تفلتات فيما عدا ذلك فالمواطن الآن في دارفور يعيش في أمن واستقرار كاملين وكل حدث يعني ينشأ أو كل تفلت ينشأ يتم احتواؤه بسرعة كبيرة جدا والحمد لله نعم الحكومة السودانية والجيش السوداني في ظل هذا الهدوء الذي تتحدث عنه تعرض للكثير من الاتهامات وربما كان آخرها الاتهام لبعض الأفراد الجيش السوداني بقيام بعمليات اقتصاب في منطقة تاب كيف تعلقون على هذا الحديث؟ والله نعلق بأن هذا جزء يعتبر هذا الكلام والهجوم على القوات المسلحة هو أصلا ليس هجوما عسكريا فحزب وليس هجوما على الأرض فحزب إنما هو هجوم الآن أصبح بصورة أعنف وبصورة أكبر هجوم إعلامي وأنت تعلم أن ما حدث مثلا مؤخرا في تابت هو فرية إعلامية بحتة زاعت دبنغا زاعت خبرا بهذا النحو من يقف وراء هذا الحديث؟ والله يقف وراء هذا العمل الإعلامي المنظم الموجه للقوات المسلحة وضد القوات المسلحة المجموعات المسلحة نفسها والمتمردون أنفسهم الآن لا هم لهم سوى بما أن الأمن مستتب كما تفضلت ونحن نؤكد على هذا أن الأمن الآن مستتب والاستقرار الآن مشاع في دارفور فلم يبق لهم إلا أن يصارعوا إعلاميا وبالتالي هم الذين يقفون وراء مثل هذه الحلقات أن يكون هناك هجوم مدبر ومخطط بواسطة الأجهزة الإعلامية والبدائل الأخرى التي دخلت حديثا الفيسبوك والواتساب وما إلى ذلك هذا السؤال هناك عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأسر تعترف ربما بهذه العمليات أو تتهم الجيش بهذه العمليات والله للأسف هذا الأمر الذي يذهب ويرى الواقع ونحن دائماً أن يسر للناس أن يذهبوا ويروا بأعينهم ما يحدث فالآن أنت تعلم أن الإعلام وأن التكنولوجيا أصبح تتيح للشخص أن يمنتج وأن يفبرك وأن يغضع هنا وأن يدخل هنا فهذا الأمر الآن أصبح سهلا الإنسان الحصيف إعلامياً والمتابع سياسياً لا تفود عليه مثل هذه الأشياء الغبية المفبركة فهي واضحة لإنسان الذي يفهم الإعلام يفهم أن هذا الأمر واضح والذي يتابع قد يرى أن هذه الصورة وردت في مكان آخر بشكل مختلف وبالتالي نؤكد أن ما يراه الناس في مقاطع الفيديو سواء كان في اليوتيوب سواء كان في الفيسبوك سواء كان في الواتساب أو في غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج للتثبت وتحتاج للقطع نحن من جانبنا نؤكد تماماً والأرض مفتوحة الآن لكل زائر لكل من هب وذب أراد أن يتأكد من الحقيقة نحن أبوابنا مفتوحة على مصاريعها أو على مصاريعها كما يقولون ولكن الآن هناك أتحدث معك وهناك الآن طيارة تستعيد للسفر إلى الإقلاع التصابي لا تابت لتتأكد من هذه طب ساعة العقيدة يعني يونيميد زارت منطقة تابت ووقفت على ما يحدث هناك أو على الحقيقة والآن الأمم المتحدة تطالب بزيارة أخرى وفتح التحقيق من جديد هذه الخطوة رفضتها الحكومة السودانية ما الشيء الذي يقف وراء إعادة الفتح التحقيق في هذه القضية أو مطالبة الأمم المتحدة بزيارة أخرى والله يبدو هنا أن الأمر قد أخذ ينحو من يريد أن يخلق اتهام رغم أن هذا الاتهام لا حقيقة له ونحن تابت أصلاً هي ليست منطقة مغلقة هي قرية مفتوحة ليس حولها سلك شائك أو حولها سور أو مضروب حولها جدار هي منطقة مفتوحة لكل من أراد أن يدخل أو أراد أن يخرج هي منطقة مفتوحة تماماً فما الداعي لأن تأخذ الأزونات وهم أصلاً موجودون هي على بعد 45 كم من مدينة الفاشر والمواطن يعني يذهب إلى مدينة الفاشر ويعود في نفس اليوم إلى منطقة تابت والحكومة هنا قد شكلت ليان من وزارة العدل للتحقيق أو للتحقق والتأكد والتثبت والمتابعة وهي مفتوحة لكل إنسان ليس اليونمد فحسب ولا يعقل أن نمنع جهة مثل اليونمد ونفتح الباب على مصراعيه لبقية المنظمات الدولية والإقليمية هل سيسمح لهم بزيارة ثانية؟ ليس هناك ممنوع في تابت ولكن أن يتهم شخص ثم يريد أن يرفع اتهام يرفع اتهام للأمم المتحدة ولمجلس الأمم طبعاً هذا أصبح ليس مجرد اتهام هذا لا أصبح ليس مجرد اتهام الاتهام أنت لا ترفع اتهام إنما أنت ترفع حقائق بعد أن تتأكد وتتثبت وتقول أن هذا الأمر قد وقع فعلاً بعد ذلك يمكن أن ترفع الأمر إلى الجهة المسؤولة ولكن أن أتهم شخص بأنه قد سرق أو بأنه قد اغتصب وأقول أنا اتهمت فلان وأرفع الأمر إلى جهات عليا يقول أنني اتهمت فلان قبل أن يتحقق فهذا الأمر لا شك أنه يعني فيه ظلم وفيه إجحاف فالذي يتهم يجب أن يتأكد ثم بعد التأكد يرفع التقرير يقول أن هذا الأمر قد حدث فيه كذا وكذا وتأكدنا أن الأمر على الأرض أو أن الواقع على الأرض هو كذا وكذا وكذا ولكن أنت تصبح أنت تريد أن تجعل من الاتهام مسار للحديث مجرد الاتهام تجعله مسار للحديث فهناك أنك تجبر الناس على أن يصدقوا هذا الاتهام من غير أدلة وشواهيد نعم كيف تقيمون في المجمل الوضع العسكري في إقليم دارفور بعد مضي هذه الأعوام؟ هو الوضع العسكري في دارفور من جانبنا نحن كقوات مسلحة نحن على مواقعنا الفرق أو فرقنا العسكرية أو قواعدنا العسكرية مونتشرة في دارفور على نفس النسق وعلى نفس النظام من غير زيادة من غير نقصان لم نحشد لم نعمل لم نعمل ولكن نؤكد أن سيطرتنا يعني أن قواعدنا العسكرية المنتشرة الآن في دارفور تمكننا الآن من فرض سلطان وهيبة الدولة بالذات في الأسقع النائية التي يوجد بها متمردون نعم هناك بعض المشاكل التي تحدث في بعض المدن الداخلية طبعا وهذا عملية أمن داخل يعني تسأل منها الأجهزة النظامية الأخرى الأمن والشرطة ما إلى ذلك وحتى هذه يعني ليست مغلقة وليست شائكة ومقدور عليها ومقدور على يعني حفظ النظام داخل المدن والآن المدن مستقرة والحمد لله بصورة كبيرة جدا بصورة كبيرة جدا وأنت تعلم أن مدينة نيالة هي المدينة الثانية في السودان من حيث تعداد السكاني هي المدينة الثانية من حيث التعداد ومدينة مثلها هي بعض الخرطوم مباشرة فمدينة بهذا الحجم أكيد يمكن أن تحدث فيها بعض المشاكل نسبة لكبرها وكثافة السكانية الموجودة فيها ولكن هي الآن مستقرة تماما ولا يوجد فيها وليس هناك مهدد ونحن شخصيا كقوات مسلحة أو كقوات نظامية لا نخشى شيئا على مدينة نيالة أو الضعين أو زالينجي أو الفاشر أو الجنينة أو كل المدن الكبيرة الموجودة الآن في دارفور هي الآن الحمد لله تنعم بالأمن والاستغرار ونحن كقوات مسلحة الآن ننتشر في الحدود أو في الأصقاع النائية في جبل مرة في المناطق المتوترة في جبل مرة شرقي جبل مرة في وادي هور في المناطق الجنوبية من ولاية جنوب دارفور وغير ذلك من المناطق نحن كقوات مسلحة الآن نحفظ الأمن بصورة جيدة ونفرض هيبة وسلطة الدولة بصورة مطلقة والحمد لله ماذا يقومت بنتساؤل بحسب تقديراتكم يعني هل هناك حشود عسكرية حقيقية للحركات المسلحة في الإقليم أبدا كل هذا يدخل في إطار الحرب الإعلامية الآن لا يستطيعون أن يحشدوا كيف يحشدون ونحن نسد الآن الحمد لله المنافذ والمخارج إلى دارفور من وإلى دارفور فنؤكد أن القوات المسلحة الآن هي المسيطرة وأي حديث عن حشود من جماعات أخرى هذا الحديث عارم من الصحة ويحتاج للأدلة والشواهد والتثبت طيب أين يتم حشد القوات بالنسبة للحركات دارفور المسلحة؟ أصلا هذه الحركات تقوم باستغطاب وتجنيد المواطنين المحليين وحتى هؤلاء الذين يتم استغطابهم وتجنيدهم هو قصرا وقصرا وقصبا فيغصبون غصبا على أن يجندوا ويدخلوا مراكز التدريب ويزج بهم زج في الانضمام سنعاود الحديث حول هذه المحاورة سعادة العقيد ولكن أخرج إلى فاصل قصير بعده نعود أعزائي المشاهدين فاصل قصير بعده نعود لا تذهب بعيدا اشتركوا في القناة